طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن حيث شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة لقوات الحوثي باستخدام صواريخ تومهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة كانت موسكو نددت بالضربات العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن ووصفتها بأنها تصل إلى حد المغامرة غير المسؤولة التي تهدد بنشر الفوضى في الشرق الأوسط بأكمله